السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معايير من جديد اليوم ايكون عندي فيديو مخالص للفيديو هات السابقة اليوم هاد الفيديو هاده عملته اشاركت بيفوحد تحدي بوحد المادة وهي الطماطم عندي هنا تقريبا جد كيلو من الطماطم شنو غنعمل بيها كان عنا تحدي في واحد مجموعة في الواتساب قل لك عنا طماطم خرجوا مننا اطباق اول طباق هنخرج مع الطماطم غنعم هنا فطور اندلوسي رائع معروف كثيرا في اسبانيا شبرت هنا ثلاثة الحبث من الطماطم قشرت ثلاثة زرعة نضغط عليها لكي يزول البودر من داخل ونعملها في الخلط الكهربائي بهذه الطريقة ونقوم بالطحن ولكن لا نضغطها حتى ترجع مثل عصر يعني مجرد نضغط ثلاثة المرات على الطحن الكهربائي واحد وثلاثة وخلاص وده إن كانكم تحكوها في الحكاكة او لا تبشروها في هذه الحكاكة تبشروها وكي تجي الصراحة لديدة في هذا الفطور معروف كثيرا في اسبانيا في ممشي سيتفطر في كافيترياس او في ريستورانتز تقولهم خصني يعني كتطلب قهوة والبان كنتوماتي فهذا فطور اسباني اندلوسي غزال هنا غنعمل قلبة هكا يعني الريحان الريحان ناشف معروف كثيرا يعطينا نكهة رائعة في الطماطم أوريغانو رشة زعتر وغنعمل توم بودرة تهي رشة صغيرة فهذا فطور هذا صحي كثيرا والصراحة احنا معتمد عندي كنفطر به كثيرا في المكان العمل دائما كل صباح كنفطر به غنعمل رشة خفيفة من الملح وطبعا زيت الزيتون ضروري زيت الزيتون عن حر كم زيان كنفطر 10 دقائق حتى تطلق فيها تتبيلة توابي اللي عمت وكجلدي كندهنوها في الخبز أو أي خبز عندكم كتسخنوها في الفرن أو في الطوست وهذا الشكل بانكون طماطي إسباني روعة والديد وصحي للفطر هذا كاقتراح الأول بالطماطم والاقتراح الثاني كما يلي واحد ثلاثة طماطم تهما ثلاثة الحبات غسلتهم قطعتهم على جوج بهذا الشكل هذا فبالنسبة للوصفة الطماطم عديدة جدا فأنا لضيق الوقت عمس غلثة اقتراحات ما بقاليش الوقت باش نعمل اقتراحات أخرين إن شاء الله مع مرور الزمان نعمل أكثر وأكثر فكما كتلاحظوا هنا ثلاثة الحبات طماطم غسلتم ما قشرتهم شي عفوا قطعتهم على جوج هنا في واحد المهلز عمت واحد ريزة ثومة شوية المعدنوس وشوية المليحة وعم قنقوم بالهرس ديالهم بهالطريقة هذي نحاول نهرسهم أو ندقهم مزيان في المهرز بهالطريقة هادة كنحصل على هاد القاوم غنضيف هنا شوية زيت الزيتون ونقول لكم كيفاش غنعملو هالطماطم هادي غنرش عليها رشد ملح خفيفة بهالطريقة هادي ورشد فلفل أسود حتى هي خفيفة صرحة كجي هائلة كيسمي هنا في اسبانيا تماطي توستادا يعني تماطي أو لطماطم ما شوية في الفرد روعة روعة لعشاق الطماطم فهما هنا صرحة كيعجبهم كتعجبوا مطيشة بزاف نحن نستعملوها بزاف بهالطرق ندخلوها ندخلوها في الطواجين وفي الأكلات دينا وفي الصلاة سوف ندخل معلقة صغيرة فوقها الطماطم حتى نلبس الطماطم كاملة في زيت الزيتون والمعدنوس ونضيف هنا يجب الموزاريلا فإذا كان عنكم بارميزانو أحسن وأحسن يعني بارميزانو نخلطوها مع الصلصة اللي عملت وندخلوها الفران حتى تشوها تقريبا 11 دقايق كجي هائلة جدا كما تنحضن بعد ما دخلت الفران هذا هو القاوليلا تتشوها الطماطم وكتبقها 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 كمقابلة فاخنة للجرى وعروعة والبينة واقتراحي الثالث هو كذلك فهذا هو الشكل نهائي الطماطم فكانت بزار اقتراحات كانت طماطم محشية بالصلاة طعم وكانت طماطم محشية بالكفتة كانت كثير انواع من الطماطم تقدروا توطفوها في الأكلات دينا اليومية هذا كشكل الثاني الي عملت لكم كي جلديد بزاف ورائح كانت مننا انتم ما شاء الله تجربوها وقتراح الثالث هو سلطة ايطالية بالطماطم والجبن موزاريلا فريش يعني كيسو موزاريلا فريسكو تهي العمل يجيت سهلة شبرت عود واحد ثلاثة الحبات من الطماطم قطعت شرائح مدورة وغنا من السلطة في حالي في الصورة انتم ما كتشوفو نفس السلطة غنعملها غنسبت في هنا الشرائح احد الطماطم وغنقطع الجبن ديالي دوائر غنحتاج في التتبيل لقلبها يعني الريحان وشو يد الفلفل اسود اي الابزر وشو يد الملح هات السلطة رائعة جدا انها معروفة عالميا فهي صلطة ايطالية يعني كيتناولها في المطاعم القبرى وسهلة التحضير وكتوجد بسرعة فانتم ما كتلاحظو كنا نعمل هنا واحد الشريحة الطماطم والشريحة اخرى للجبن موزاريلا واذا كان عندكم الريحان فريش احسن واحسن فانا ما كانش متوفر عندي منك يكون عندكم الريحان فريش كتعملوا كل ورقة الريحان في وسط واحد الشريحة باش تعطي منظر مزيون وحتى هو الديد يعني البخاطة الديدة بزف سوف نعملها في توتاد الملاح في توتاد الليبزر رشا خفيفة من الفلفل الاسود وعنى ما شوية ضر الريحان وزيت الزيتون وباقي بزات اقتراحات قدروا دعملوا صلصة الطماطم الايطالية اللي كان عملوها في البيتزا وفي المعجنات يعني في مكارونا وسباكيتي نقدروا نعملوا طماطيكة تكون عمراء بالانواع من السلطة افوكادو ومهم ان شاء الله هذا كتحدي الطماطم وصافي اللي شاركت به في واحد المسابقة كانت منها ان شاء الله حتى انتم تعجبكم هذه الاقتراحات وده بغنى مرشة خفيفة من زيت الزيتون وقدموا صلاطة رائعة ومغدية وصحية في نفس الوقت فهذا هو الشكنية كي قدموا على هالطريقة هذي في اي مطاعم شيتون كتقولهم مثلا بغنى سلطة الطماطم لجوم كي قدموا لك بهالطريقة هذي رائعة جدا كانت مننا ان شاء الله يعجبكم الفيديو اليوم ويجبكم التحدي ديالي مع الاخوات الى اللقاء في وصفات جديدة ان شاء الله مع السلامة